أصمتي أمام النرجسي وسوف ترين العجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم؟ أحبائي أتمنى أن تكونوا في أفضل حال معكم قوت شنو عمان زريوح في فيديو سوف ينقذ أرواحا نعم صمتك أمام النرجسي سوف يخلق معجزة واليوم سوف تعرفين لماذا؟ نعم هذا هو أخطر وأهم سلاح في يدك ضد النرجسي ما دمت لا تستطيعين الانفصال عن هذا الخبيث هذا الفيديو يجب أن تشاهديه مرات ومرات ويجب أن تشاركيه على أوسع نطاق لأنه بالفعل فيديو مصيري سوف يكشف أسرار الصمت ضد النرجسي كيف سوف نضربه بسلاحه؟ كيف سوف ننتقم منه؟ بشكل راقي قبل البدء لايك ليصل هذا المحتوى بأكبر عدد من ضحايا النرجسيين ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس فمرحبا بكم أحبائي في هذا الفيديو المدمر للنرجسي قبل البدء وكالعادة أذكر أنني أتوجه للمرأة على أنها ضحية فقط للتبسيط إذا كنت رجلا يا أخي العزيز أذكر بهذا وتشاهد للآن فما عليك سوى قلب الأدوار نحن نعلم جيدا أن 50% هم نرجسيون و50% نرجسيات كما أذكر أنه تحت هذا الفيديو مباشرة في خانة الوصف وفي أول تعليق مثبت هناك رقم واتصب لمن يحتاج لاستشارات شخصية معي مباشرة النرجسي الخبيث هو كائن مدمر النرجسي هو عاصفة تمر على حياتي كل ضحية هذه العاصفة بطبيعة الحال فهي تترك بقايا أعصار تترك حطاما في حياة جميع الضحايا هل يحدث لك هذا يا أختي العزيزة هل تعانين من هذه الآثار المدمرة لهذه العاصفة النرجسية أخبريني في خانة التعليق ومن أخطر الأساليب التي يستعملها النرجسي الخبيث ضدك وأنا أعرف أنك قد عانيت أو لازلت تعانين من هذا الأسلوب إنه الصمت العقابي عندما يصمت النرجسي أمامك عندما يصبح غامضا مبهما عندما يتجاهلك بدون سبب وأنت تتساءلين لماذا يفعل هذا ولو أنك بالفعل لا تعرفين ولكنك في قرارة نفسك فأنت تحسين بالذنب تحسين بأنك أنت المسؤولة بأنك بالفعل قد فعلت شيئا ولكنك لا تعرفين ما هذا الشيء الذي جعله يصمت ولكن بما أنك تشاهدين هذا الفيديو بما أنك مشتركة في هذه القناة فأنت تعرفين أن هذا أسلوب تلاعب وإخضاع أسلوب انتقام أسلوب مدمر يلجأ إليه هذا الخبيث لكي يحطمك لكي يتلاعب بك ولكي يجعلك بالفعل حطاما لكي يزازع ثقتك في نفسك ولكي يجعلك تخضعين له لأن هذا الصمت هو السلاح يستعمله بخبث ولكن ما الذي سوف يحدث عندما تنقلب الآية على النرجسي ما الذي سوف يحدث عندما نستعمل الصمت بدورنا ضد هذا الخبيث عندما نضربه بالسلاح صدقيني هذه الضربة سوف تكون قاضية لا لأنها سوف تضرب أناه لهش تذكري أن النرجسي فهو مفتقد أصلا للثقة في نفسه شخصيته مهزوزة فعندما تصمطين فأنت تضربينه بعنف وهذا لا يستطيع تحمله النرجسي عندما تواجهينه بالصمت بدورك فصدقيني سوف يجن جنونه لأنه بدأ يعرف بأنك قد عرفت اللعبة بأنك قد وعيت به بأنك قد أزلت قناعه بأنك أصبحت قادرة على مواجهته بل وعلى مهاجمته بالسلاحة ألا وهو الصمت هنا سوف يتأكد أن شيئا ما يحدث وراء الكواليس بأنك بدأت تبتعدين بأنك قد فهمت كل شيء وهنا أريدك أن تسطر على هذه الجملة عندما يعرف النرجسي أنك قد عرفت ما الذي يحدث أنك قد كشفت اللعبة أن أوراقه قد كشفت فهنا بطبيعة الحال سوف يبدو عاريا أمامك الآن سوف تعرفين بأنه جبان بأنه ضعيف بأنه مهزوز وسرعان ما سوف تلاحظين ردة فعله سوف تلاحظين نظراته المريبة كيف أنه بدأ يهاجمك فجأة يتساءل لماذا تتجاهلينني لماذا تصمتين أنت زوجة غير صالحة أنت تهملينني إلى آخره وقد يتهمك بالخيانة وهذه أمور عادية كل ضحية نرجسي قد عانت منها وهنا أريدك أن تنزل لخانة التعليق وأن تخبريني بتجربتك ولكن ما هي إيجابيات هذا الأسلوب أسلوب الصمت أمام النرجسي بالنسبة لك صدقيني معجزات سوف تحدث سوف طرين العجب حياتك سوف تتغير ولو أنك لازلت مع النرجسي فهذا الصمت فهو عبارة عن استقلال بنفسك هو ابتعاد عن النرجسي ولو أنك تحت نفس السقف أي في نفس المنزل ولكن هناك حدود وهمية بينك وبين النرجسي لأنك قد ضرأت أذاه لأنه لا يصل إليك عن طريق استفزازاته عن طريق نقاشاته العقيمة كيف أنك تدخلين معه في صراع في نقاش في أحاديث طويلة لا تنتهي وأصلا عندما تنتهي هذه الأحاديث فأنت لا تتذكرين أصلا لماذا بدأت هذا النقاش ألا يحدث هذا أخبريني في خانة التعاليق لأنك تدخلين في زوبعة في فوضى وهذا يفعله النرجسي وعمدا حتى يتلعب بك حتى يخرجك عن شعورك حتى يجعلك تفقدين السيطرة على الحديث وتخضعين له ولكن عندما تصمطين فأنت لن تعاني من هذا بعد ذلك أختي العزيزة صمتك أمام النرجسي يعني راحة بالنسبة لك لأنك الآن قادرة على أن تبقي لوحدك وأهم شيء قادرة على أن تفكر في المستقبل على أن تراجع أخطاءك أمام النرجسي كيف سنحتله بأن يطغى عليك بأن يستغلك بأن يهينك إلى آخره وهنا سوف تراجعين أوراقك وسوف تستعيدين ثقتك في نفسك بل وسوف تتاح لك الفرصة لأن تفعل أمور جانبية مثلا أن تدرسي أن تبحثي عن عمل أن تجدد صداقاتك أن تزور عائلتك لأنك الآن خارجة عن سيطرة النرجسي صمتك صدقيني سوف يحدث انقلابا في هذه المنظومة نعم سوف تثورين على ديكتاتورية هذا النرجسي على نظامه الاستبدادي أخيرا سوف تشربين قهوتك بهدوء هذا هجوم على النرجسي ولكنه هجوم راقي أنيق نعم نحن نخبة في هذه القناة نحن محترمون نحن ذو نوايا صافية حتى أساليبنا أمام النرجسي فهي أساليب راقية ليست منحطة كهذا الخبيث وهذا الصمت فهو بطبيعة الحال أسلوب راقي لكي تستعيد حريتك المفقودة لكي تستعيد كرامتك وأيضا لكي تهاجم النرجسية بعنف وبهدوء بفقة في النفس باعتزاز بكرامتك هذا الأسلوب صدقيني هو سوف يخلق معجزة أمام النرجسي سوف ترين العجب كل شيء سوف يتغير ولو أنك لازلت معه فصدقيني هذا الصمت سوف يحدث طفرة في علاقتك معه الصمت يا أخت العزيزة أمام النرجسي هو حل سحري بطبيعة الحال هو حل مؤقت لأن النرجسي سوف يهاجمك بجميع الطرق سوف يشوه سمعتك سوف يلعب دور الضحية قد يضربك إلى آخره وهذا دليل على أنه قد وصل لنقطة الصفر على أنه قد فقد صوابه على أنك قد انتصرت فهانيئا لك ولكن كما قلت هذا أسلوب مؤقت لأنك لن تستطيع العيش دائما وأبدا في هذا الصراع النفسي في هذه الحرب الباردة عليك أن تستغلي هذه الحياة والنرجسي بما أنه عاجز عن الحياة بشكل طبيعي فهو سوف ينكد عليك سوف يبذل المستحيل حتى ينغص عليك حياتك حتى ينكد عليك عيشتك حتى يجعلك تعيسة مثله وقد يحقق هذا بالفعل إذا سمحت له لهذا فبطبيعة الحال عندما تكونين صامتة أمام النرجسي فلا تضيع الوقت حاولي أن تبحث عن خطة بديلة لكي تبتعد عن هذه الدائرة الجهنمية النرجسية لكي تبحث عن خطة أخرى عن بديل لكي تخطط للهروب من هذا المستنقع وصدقيني هذا هو الحل الأول والأخير لكي تعيش الحياة التي تستحقينها وفي انتظار ذلك فبإمكانك اللجوء لهذا الحل المعجز السحري الذي سوف يقلب الموازين والذي سوف يجعلك تضربين النرجسية بسلاحه أي بسلاح الصمت هذا هو أسلوبك الذي عليك من الآن فصاعدا أن تسلكيه أن تعتمدي عليه أسلوب راقي أنيق ولكن فعال وفتك ضد النرجسي أختي العزيزة هذا الفيديو يجب أن يغير نظرتك لهذا الخبيث ما أن تصمت أمامه حتى تلاحظ الخوف في عينيه القلق الدهشة الذهول وهذا سوف يجعلك تنزعين قناعه وطرينه كما هو شخص هش أناه متضخم ولكنه ضعيف شخصية مهزوزة إنسان جبان غير قادر على مواجهتك أخيرا سوف طرينا على حقيقته الصمت يا أختي العزيزة هو من الآن فصاعدا هو الأسلوب هو السلاح الذي عليك أن تعتمد عليه لكي تغير حياتك لكي تتجاوز هذه العلاقة مع النرجسي وأهم شيء لكي تستعد لما هو قادم وما هو قادم هو حريتك إذا أعجبكم هذا الفيديو المرجو وضع لايك مشاركته على أوسع نطاق لتعمل فائدة في الوصف سوف أترك لكم روابط فيديوهات أخرى لتشاهدوها رابطا لتتواصلوا معي روابط صفحاتي الاجتماعية ورابط موقعي الإلكتروني في الوصف أيضا هناك رابط واتساب لمن يحتاج لاستشارات شخصية معي مباشرة قبل أن أغادر بطبيعة الحال سوف أترك لك سؤالا أختي العزيزة أنتظر جوابك عنه أسفل هذا الفيديو في خانة التعليق هذا السؤال هو هل بالفعل استعملت وطبقت أسلوب وصلاح الصمت أمام النرجسي أجيبين الآن في خانة التعليق تعلمين أن خانة التعليق في هذه القناة هي منبر ضحايا النرجسيين موعدنا بحول الله تعالى يتجدد في الفيديو القادم وكالعادة أحبائي كون سعداء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة